السلام عليكم كيف دايري لابس عليكم انتمنى يا ربي تكونوا كاملين اللا خير و بخير وتكونوا في احسن حال ان شاء الله بالنسبة اليوم غنوجد معكم التومة بودرة طريقة سهلة و مبسطة و ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم التومة بودرة اللي ما كنستغناش عليها في بزاف ديال الشيوات اكيد كنشريوها بتمن شوية زايد مع انها شي حاجة اللي رخيصة وسهلة في تصواب ديالها كما قلتكم كنتمنى تصوبوها حتى انتو ما وتعجبكم و الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تديلوا لايك ندوزو الطريقة ان شاء الله بنسبة للطريقة سهلة غدي نجيبوا القياس ديال التومة اللي بغيين احنا ينديرو انا هنا عندي نسكيلو انتو ما ممكن تديلوا كمية اكتر او اقل تومة الحمراء ملء احسن لانها كتعطي لنكها زايدة يعني لادرنا منها غي شوية في اي شيوة كتجر غدي نقشرها كاملة وطبعا ممكن تخليوها بالقشرة تمسحوها بواحد المنيدل ودوزوها في الروبو بالقشرة ديالها غير انا كنفضل نحيد لها القشرة بنسبة لها الطريقة ديال التومة هكا بودرا اراها وخا تبقى حتى العام او اكتر ما كيوقع لهاش وكتبقى غزالة احنا كنعرفو كيما قلت لكم في الاول تمان ديالها شوية غالي كنشلو قريعة صغيرة مما كدوزو نوالو وهو هدا وقت التومة ممكن نشلو واحد الكيمية حتى الكيلو او وجوج كيلو ونصوبو بزايد وننزلوها كتصلح لبزا في ديال الجهيوات من بعد ما نقيت هذي كتومة اللي عندي كاملة غدي نجيب الآلة الكهربائية وغدي نبدأ نطحن ما غديش نطحنها غير غدي نهرمشها انتو ما غدي تشوفوا الطريقة باش غدي نطحنها غير شوية بحالي كان قسموها في النص ممكن تدوزوها غير في الحكاكة وفي الراس الغليد من الاحسن انا هنا يا غايل احساب الوقت وصافي كيما شفتو غير واحد شو ضربت او ثلاثة بالاحسن اللي كانت عندكم هذي كاملة وطروة كتخرج هاك حسن عاد من هذي كيف ما كتشوفو غير نهرمشها وغادي نحاول نهرمشها غير شوية حتى هد طحنة اللولة بحالي فوت لها شي شوية مويمة لأحسن هالا غدي تيبس معكم بسرعة يدرت ايلا طحنتوها بزاف ولكن انا كان بغير نهرمشها كيما وردتكم في المعلقة يعني هيداك القياس هاداك باراكة من بعد ما نسالي ذاك الكمية كاملة غدي نجيب واحد للاتا نفرشها للبابي كويسون مل احسن او ورق الزوبدة وغادي نبدا نحط عليه ذاك ثومة كيما قلت لكم مل احسن غير هالمشوها غير باش تيبس معانا ضغية كينا طريقة واحدة اخرى باش نزربوا عليها فليبوس يعني بقى نديروا فالفران سخون يكون طافي وهو سخون ولكن انا كتعجبني هالطريقة هادي تقليدية اللي خديتها معانا الصديقة ديالي هادي سينين واسنين وانا كنصوبها بالطريقة وعجباتني الطريقة ديالها وبقد كنستعملها كما كتشوفوه هنا يا تومار راني ولي نقص يعني الطحين ديالها غير هرمشتها شوية وصافي غادي نديرها في السرجم قبالة الشمس من الاحسن غير واحد تلتية مربعية وانا تكون واجدة بالخصوص انها دا بالكين الحرارة هنايا غادي نديرها في السرجم كما قلت لكم وغادي نغطيها بواحد المنيد اللي يكون شفاف ونخليها تيبس على خطرها ضروري نغطيها باش ما تتغبرناش تومة ديالنا مره مره وغادي ندوز نحرك هاديك التومة بواحد المعلقة باش هاديك الطبقة التحتانية نغطيها بالمنيدل وفي الليل كنحيدها من السرجم ونغطيها بالمنيدل كذلك وميتل كنعود لها نفس الطريقة هنا راها مقرمشة غير مصلح شن نوريكم تصدية لتقرمشة على حساب والدي كان قدامي كي غوط ممكن كي ما قلت لكم تبقوا تتخنوا الفران وتتخلواها الفران سخونة لتها توجد بسرعة غير انا حيط الحرارة وشن نشطلت لها ها 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 هالطريقة وهذه هي الطريقة ديالها ها ها تقليدية صحيحة من يعني من الناس اللي كانوا كي يصوبوا ها هزمان سوف نطحنها مزيان حيث مني كنهرمشوها هكرا هاد غيا كتوجد معانا كما قلت لكم خدا 8 اربع ايام كننزلها في الشمش وقف الليل كنحيدها ولا قدي في صباح كنردها كدلك سوف نطحنها في الآلة الكهربائية كما كتشوفو كترجع ببودرة وكيجيل لون ديالها غزال حسن حتم اللي كنشريو طريقة اللي هي ساهلة وكتنزلنا كيميات بارك الله اللي معقولة وطبعا هنا يا الحيلة اللي تقسمت معاكم في الروتين ديال العيد اللي هو الدواز فاشكن دوز والزيت او المحقون كل واحد شنو كيقول له بنسبة للقريعات اللي صغارين هاد الحيلة هادي كتنفع وكي هبط معانا الخالد ديالنا ديال سواء العطرية او ديال تومة او ديال اي حاجة بسهولة في القريعات وخيكونوا صغارين هادي غي حويجات كنتقسموها مع بعضياتنا فقط للإفادة كيف ما كتشوفوك يدوز بسهولة تحصلنا على التومة بودرة بطريقة ساهلة ورخيصة وزوينة اكيد الحاجة ديال بطالك تكون زوينة كنتمنت انتم ان شاء الله تجربوها وإلا عجبتكم متنسوش لايك للفيديو واللي كيزور القناة ديالي لأول مرة كنقول له مرحبا بيك متنساش تضغط على زر الاشتراك تفعل الجرس باش توصل بكل جديد تبرتجي القناة مع الأحباب والأصدقاء باش تعمل فائدة شكرا دائما على التعم ديالكم سواء الناس اللي بدأت معايا من الأول كنشكركم بزاف أو اللي انضموا جدا ديالقنات كنقول لهم مرحبا بيكم شكرا لكم كاملين كنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم وبهكدا كنكون سليت لفيديو ديال اليوم السلام عليكم اشتركوا في القناة